نظمت دائرة شؤون البلدية اجتماعا تنسيقيا مع مديري بلدية مدن ومناطق إمارة الشرقة وذلك في بيت الحكمة برئاسة سعادة الدكتور سليمان عبدالله بن سرحان الزعابي رئيس الدائرة وحضور عدد من مسؤولي القطاع البلدية وتضمن الاجتماع مناقشة ملتقى العمارة المستدامة في القرن الواحد والعشرين في إمارة الشرقة ومناقشة التحديات في العمل البلدي وتحصين جودة العمل فيما يخص التعامل مع المواطنين والمراجعين مع السعي لحل كافة المشكلات كما تضمن الاجتماع عروضا تقديمية لأهم المشاريع الحالية ونتائج الاستفادة منها ليخرج أخيرا بعدة توصيات أهمها ضرورة الحرص على تطبيق سياسة الباب المفتوح في التعامل مع الموظفين والمراجعين وتعميم المشاريع البلدية المتميزة على جميع البلدية في الإمارة وتشكيل فرق عمل لتطوير الأعمال البلدية